برج الحوت تقتك هنا بتقولك حاول تطلع من الماضي حاول تنسى حاول تتشافى حاول تعالج نفسك بنفسك يا برج الحوت حاول انت تتخلص من الزكريات السلبية اللي عندك سواء علاقة عاطفية فشلة انت عشتها او مشروع عملته ما اكتملتش وايه تعبتي فيه بس للأسف ما شابش النور او فشلت فيه تقتك هنا بتقولك لازم تتشافى وتتعافى من اي محيط سلبي انت كنت فيه عشت فيه قبل كده وطلعت منه دلوقتي او بتحاول تطلع منه الطاقة هنا بتقولك طلع نفسك من كل ده طلع نفسك من الحالة دية الحالة السلبية الحالة اللي بتتعبك يا برج الحوت فشوف انت فكرك ايه اللي بيجروا الورا هل حب فشل هل عمل انتهى هل محيط انت كنت فيه سممك وييه بقى حطمك نفسيا وافقدك ثقتك في نفسك طاقتك بتقولك انت اللي تقدر تتقدم للامام يا برج الحوت وانت اللي تقدرتش في نفسك بنفسك طاقتك هنا كمان بتقولك حاجة مهمة قوي بتقولك ركز على الخطوة اللي ممكن تغير كل حياتك وتقلب لك كل موازن حياتك هيا ترى يا برج الحوت انت شايف ان خطوة الارتباط والزواج هي اللي هتعدلك ميزان حياتك هتعدلك كل الدوانب وكل كافة الميزان او شايف ان ايه تركيزك على مستقبلك انك تتعلم شيء جديد انك تاخد شهادة ده اللي هيغير لك حياتك او انك تعمل عملك الخاص او انك تسافر تغير البلد لو انت شايف ملكش حظ في الارض اللي انت فيها او في المكان اللي انت فيه طاقتك هنا بتقولك ركز على الخطوة اللي تعملك تغيير جزر في حياتك انت محتاج لده في الوقت الحالي محتاج لتغيير جزري لو انت في علاقة بتدي فيها وبتاخدش منها حاول ايه تطلع منها يا برج الحوت وتفتح قلبك لحب جديد والعلاقة جديدة بلاش تجري ورا علاقة منتهية بس هي ايه مكملة بمعنى ايه انت في علاقة بس انت من جواك عارف ان الشخص ده مش بيحبك مش بيقدرك وعارف ان يوما ما العلاقة دي حتنتهي حتى لو ما انتهتش منه فهي حتنتهي منك لانك انت حتكون متطلب حتدور على حقوقك حتطلب اهتمام حتطلب رعاية فلو انت مش لاقي الحاجات دي لازم ايه تدور لك على حب جديد يا برج الحوت او تحط ايه الشخص ده قبالك ييقدرك ييغير من طريقته معاك لو عنده استعداد انه يتغير يا اما ايه بقى يا برج الحوت لازم تلتفت لنفسك اتقى هنا بتقولك لو حياتك اللي انت فيها دلوقتي صعب انها تتضبط تتغير تتعدل فانت محتاج لميلاد جديد يا برج الحوت ميلاد جديد ازاي اعمله ازاي انت تقتل يا برج الحوت كل الناس اللي غيروا حياتهم غيروا حياتهم لما اقتنعوا وشافوا انهم يقدروا على التغيير ده بس لو مستني حد ييجي يغيرك حياتك او حد ييجي يديلك المفتاح اللي تغير به حياتك او يقولك واحد اتنين تلاتة فانت بتحلم يا برج الحوت ولازم تفوق انت اللي لازم تلاقي سكتك انت اللي لازم تلاقي المفتاح اللي تفتح به باب جديد في حياتك ويه تطلع منه من اللي انت فيه وتخش من الباب ده لحياة جديدة ومستقبل جديد تقطع هنا كمان يا برج الحوت بتقولك لو انت مستني حمل او بتدعي بحمل او دي دعوتك فتقطع هنا بتقولك ان ان شاء الله في عندك هنا حمل ولو ده اول حمل انت مستنيه فان شاء الله هيكون في حمل واثنين وثلاثة تمام يعني ايه ممكن تحمل بتوقع وممكن ايه تحمل سنة بعد سنة سنة وورا سنتين وهكذا فان شاء الله الموضوع ده هيكون فيه وافرة تمام ان شاء الله ربنا حيرزقك مرة واثنين وثلاثة فاقول يا رب واللي مش مستني حمل فالحمل هنا جايلك على هيئة رزق فرزق عندك حيجيلك مرة واثنين وثلاثة رزق هيجيب رزق ان شاء الله وممكن رزق حيتضاعف الرزق اللي حيجيلك حيتضاعف مرتين وثلاثة فاقول يا رب برج الحوت يا برج الحوت وتقطع هنا كمال بتقول لك لحظات فشلك هي لحظات قوتك لحظات فشلك هي اللي بتعلمك ازاي تنجح المرة الجاية ازاي تقوى ازاي تلاقي الحل الصح الخطوة الصح الطريق الصح فما تزعلش وما تتضيقش لما بتفشل الفشل ده هو اللي بيقويك يا برج الحوت وهو ايه اللي هيطلع منك حد طموح وحد ناجح وهو اللي هيوصلك للنجاح الخطوات اللي احنا بنتعفر فيها هي اللي بتوصلنا للخطوة اللي تاخدنا وتقودنا للقمة تقطع هنا بتقول لك انا شايفك ايه بقى كأنك ماشي مغمط او حتخاطر حتجازف انت مش هتعرف النتيجة بس عشان مفيش قدامك حل او مفيش قدامك طريق او خطوة تانية انت حبيب تجازف التقى هنا بتحمسك وبتشجعك بتقولك انت لو جازفت لو رميت نفسك في النار حتكون برضي وسلام عليك يا برج الحوت لو رميت نفسك في سكة جديدة حتوصل فيها اللي انت عاوزه سواء رميت نفسك في سكة حب او في سكة عمل او في سكة سفر ان شاء الله حتستقر فيها حتوصل فيها لنجاح والاستقرار يا برج الحوت اه تاني اه تاني يا برج الحوت برج الحوت تقطع هنا بتقولك كل افكارك ترجمها الواقع كل مخططاتك ترجمها الواقع اشتغل عليها لانها ايه هي اللي هتغيرك حياتك احنا لسه من شوية بنقول ان ايه انت اللي تقدر تغير حياتك لوحدك فكأين الطاقة هنا بتسهلها لك وبتسعرك بتقولك افكارك ايه اللي انت بتفكر فيه بس انت مش قادر عليه او متخوف منه شايف نفسك ما عندكش القوة ما عندكش القوة ما عندكش السقة انك تحقق ده او شايف انه بدري انك لسه لازم تقوى ولسه لازم تعمل عشان تحقق طموحاتك دية واهدافك دية تقطع هنا بتقولك دلوقتي ده وقتها يا برج الحوت افكارك حولها الواقع اه ممكن تتعب شوية اول سنة بس بعدها ايه الامور هتبقى سهلة وحتبقى السلسة وعندك فرصة انك تحقق اكتر من امنية لو انت ايه كنت ايجابي في ايدك انك تقلب موازين حياتك تقلب المعادلة من صفر المية من سلب الايجابي انا شايف اللي بيعيقك اكتر يا برج الحوت اكتر ما يكون طاقة سلبية او حسد او عين او او هي افكارك او القوة اللي بتديها افكارك للحاجات دي حتى ايه مثلا لو انت عندك طاقة سلبية انت ممكن برضو تنجح بس افكارك اللي بتقولك لأ لازم تتخلص من الطاقة السلبية بعدها تنجح لأ يا برج الحوت غير تفكيرك ده لان هو اللي مدورك ومدي قوة للطاقة السلبية انها تقصر في حياتك وتتحكم فيك برج الحوت يا برج الحوت طاقتك هنا بتقولك انت فيه كنز جواه او افكارك هي كنزك او طاقتك هي كنزك روحك او جاذبيتك او الكارزمة بتاعتك هي كنزك هي مفاتيحك اللي توصلك للي انت عاوزه فايه بقى فاستغل ده واستفيد منه يا برج الحوت برج الحوت كمان طاقتك هنا بتقولك انت حد ايه حد ايه ربنا مديله كده اسلحته مديله سحره مديله جاذبيته اللي تقدر بسهولة ان شاء الله توصل به اللي انت عاوزه او حيديك حلول سحرية افكار سحرية فاعتمد على ده انا شايفانك فيه هنا عندك قوس قزح بيبشرك ان ان شاء الله فيه عندك فرحة كبيرة في حياتك فيه عندك دعوة تستجاب امنية تتحقق ممكن تسافر لو ايه هي الده حلم حياتك عندك هنا ان شاء الله زواج واستقرار وبعدكم فيه عندكم هنا شهرة ونجومية بعدكم عندكم هنا مال ان شاء الله حيجيلكم ولكتير منكم حتى لو بتسعر ارتباط لصفر لكذا فيه عندكم هنا مال يا برج الحود فاعتمد هنا بتقولك فيه قوس قزح هنا بيبشرك انك هتوصل للي انت عاوزه لازمة حقين يا برج الحود السقة لازمة في نفسك ويكون عندك يقين في نفسك وفي قوتك وانت ان شاء الله هتهد الدنيا وحتوصل للي انت عاوزه ما شاء الله طاقتك هنا بتقولك ان الحاجات هتجيلك كده فيه هدوء فيه هدوء فلو مفيش صخب في حياتك دلوقتي او حاسس ان فيه الحال هادي ما تقلقش يا برج الحود ده مش معناه ان انت هتنول حاجة هتنول كل حاجة ان شاء الله اشتركوا في القناة